موسيقى أجد الفكرة من كنت بداية على دلة من القهوة حبيت أزيد هاي الفكرة بمحل صغير بيستقطب كافة شراحة المجتمعية بصراحة أنا تفاجأت بالاهتمام من قبل الشباب لما بيستبدلوا بعض الكتب بيجيبوا بدالها كتب موجودة عندهم طبعا أنا بدي أنوه أنه المكتب اللي عندي هي بعض من الكتب اللي موجودة لأنه أكثر الكتب هي مستعارة للشباب بيأخذوها وإما بيجيبوا بدالها أو بيرجعوها بعد ما يقرؤوها ويستفيدوا منها حتى في كتب تاريخية يعني بعض الشباب بيطلبها إحنا منوفرها كل فترة خلينا نحكي كل عشرين يوم لشهر بيصير عنا مناقشة لرواية هم بيحددوها لزبائن داخل المقهى أنا بطمح أنه هاي تطور لتصير مكتبة أكبر من هيك بس المادية ما بتسمح أنه أنا أطور أكثر من هيك كنت هادف أنه ما يكون واي فاي داخل أو خدمة الإنترنت داخل القهوة حتى اللي بفوت يتمتع بجو قراءة بعيدا عن الإنترنت لما أدخل الجوهان يعني لما أدخل داخل القهوة والمكتبة بتحس حالك عن جد أنك مفصول عن شيء صار في جسمنا اللي هو الإنترنت مثلا السوشيال ميديا بكافتها يعني القهوة انت عارف يعني بتعدل المزاج ومع القراءة بصير مزاجك عالي اشتركوا في القناة